السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين الكرام خبار صار لجنة اليقظة تعلن عن الدعم المؤقت الخاص للأسر العاملة في القطاع غير المهيكلة فقد شددت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها اليوم الاثنين الثالث والعشرين مارس 2020 تركيزها على تدابير دعم القطاع غير المهيكل أم تأثر مباشرة بالحجر الصحي وأوضحت اللجنة في بلاغ نشره رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الجمعة أنه نظرا لتعقيد هذه الإشكالية تم اتخاذ هذا القرار لمعالجتها على مرحلتين المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة الرميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إطراء الحجر الصحي وهذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتهم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أنشئ تبعا لتعليمات الملك محمد السادس نصره الله وستحدد هذه المساعدة المالية وفقا لذات البلاغ على النحو التالي أولا 800 درهم للأسر المكونة من فردين أو أقل ثانيا 1000 درهم للأسر المكونة من ثلاث إلى أربعة أفراد ثالثا 1200 درهم للأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص ويجب على رب الأسر الذي يستفيد من خدمة رميد إرسال رقم بطاقة الرميد الخاص به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212 وتعتبر بطاقات الرميد التي سيتم قدرها تلك التي كانت صالحة إلى غاية 31 دجنبر 2019 ويمكن الإدلاع بالتصريحات ابتداء من الاثنين الثلاثون مارس 2020 وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين السادس من أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا للرد على الشكاية وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقاء لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية أما المرحلة الثانية يضيف ذات البلاغ فإنه بالنسبة للأسار التي لا تستفيد من خدمة الرميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا والإشارة فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع التصريحات سيؤلون عن طلاقها في الأيام المقبلة وتبعا لهذا وانتظارا لهذه التسوية نهيب بجميع المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بالحجر الصحي والالتزام بحالة الطوارئ التي تفرضها البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته